أن يكون الإرهاب بأيدي لا تمثل الدولة فهذا مستساغ ولو بمرارة لكن أن يتبنى الأعمال الإرهابية جهات حكومية سيادية فالمصيبة أعظم هذا ما أردته المعارضة الإيرانية عبر كتابها الجديد مبعوث إيران إلى الإرهاب الذي يرصد كل الأعمال الإرهابية التي نفدت بتدبير سفارات ودبلوماسيين إيرانيين حول العالم وأورد مكتب المقاومة الوطنية الإيرانية في واشنطن أن العمليات الإرهابية تلك تستهدف بالمقام الأول المعارضين أو المشاقين على النظام وأن هذه العمليات مدعومة من أعلى هرم في النظام وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي ومكتب شؤونه الخاصة بالإضافة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الخارجية معتمدين في تصفية معارضهم على سفارات وقنصليات النظام كمحور وعلى دبلوماسيها كمراقبين وعملاء وفي عام 2018 ازدادت عمليات طهران الإرهابية بشكل ملفت وتركزت عملياتها في عدة دول أوروبية والولايات المتحدة ويوضح الكتاب علاقة للحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية بهذه العمليات وطريقة تنفيذها عبر أطراف ثالثة غير رسمية أحيانا بل مما يزيد الطينبلة هو تركية النظام للعقل المدبر العمليات الإرهابية وارتفاع أسهمه داخل دوائر النظام يقولون هنا أن الخارجية الإيرانية وعلى رأسها وزيرها جوال ضريف لا يبعد خرابهم كثيرا عن خراب الحرس الثوري وعليه فحان وقت تصنيف أعلى هرم في الخارجية الإيرانية ضمن قوائم الإرهاب وإن تلبست عباءة الدولة ذات التقدير الدبلوماسي للإخبار يا أحمد القرني واشنطن